تحت رعاية رئيس الجمهورية أطلقت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد اعتبارا من الأول من الشهر الغاري ولمدة شهر المبادرة تأتي بمناسبة قرب بداية العام الدراسي جديد لتوفير كافة المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق مع الاستمرار في توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة بعد استعدادات وتجهيزات كبيرة أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد وتستمر فعاليتها على مدار شهر لتوفير كافة المستلزمات المدرسية بأنواعها المختلفة بتخفيضات تصل نسبتها إلى ثلاثين بالمئة انبادرت كلنا واحد اللي بتعتبر أكبر مبادرات الاجتماعية اللي بتطلقها الدولة وبحس إن هي تعاون ما بين منظومة العمل الأمني والعمل المجتمعي احنا بنشارك بأدوات مكتبية ومدرسية وبنشارك بزي مدرسي وملابس وأحزان مدرسية هذه المرحلة من المبادرة تشهد مشاركة واسعة من السلاسل التجارية والكيانات الصناعية والمكتبات القبرى حيث تشارك ثمانية وسلسلة تجارية وثمانمائة وأربعة عشر منفزاً فاضلاً عن وجود ستة معارض رئيسية وسبعة عشر معارضاً فرعياً بالشوارع والميادين الرئيسية على مستوى الجمهورية جمعها موضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الإنترنت تتوفر فيها كافة الاحتياجات المدرسية بالأسعار المخفضة أول يوم دخلت أنا انبهرت بصراحة انبهرت بالأشياء اللي موجودة وانبهرت بالعرض بحاجة وانبهرت بجودة الحاجة اللي هي محطوطة للجمهور شغله ممتاز صراحة إحنا بنشكر المبادرة ونشكر سياسة الرئيس إنه هو عمل لنا الحاجات الحلوة دي للأمانة حاجة جميلة وتشرف بلدنا كلنا نحن اللي باللبي في وقت ما بتنادينا لو تحتاجينا بتلاقينا دايماً هنا شرطة وشعر الإقبال كبير من المواطنين منذ اللحظة الأولى لإطلاق المبادرة لتلبية متطلبات أبنائهم مستفيدين من التخفضات التي أتاحتها وزارة الداخلية والتي اعتادت مع بداية كل عام دراسي أن تسهم في رفع الأعباء عن كاهل أولياء الأمور صغط جداً من الأسعار في تخفضات 20 و25 و30 وإن شاء الله بجيب حاجة أولادي كلهم من هنا والحاجات الجميلة ما شاء الله وكل التي بتاعتها علي قوي نشكر سيادة الرئيس طبعاً على المبادرة دي احنا شايفين طبعاً عندنا هنا الحاجة الحمد لله متوفرة وموجودة وفي تخفضات جميلة جداً والأسعار يعني الحمد لله في متناول المواطن الطبيعي العادي بالتوازي مع انطلاق المرحلة السالثة والعشرين من المبادرة تواصل وزارة الداخلية توفير احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع تحت مظلة مبادرة كلنا واحد بتخفضات تصل نسبتها إلى ستين بالمئة احنا مستمرين في المبادرة ان احنا نوفر السلع الاستراتيجية والأسسية الهمة أو الخاصة بالمنزل بنسب خصم كبيرة تصل إلى خمسين أو ستين في المائة كما تستمر منظومة أمان في توفير السلع الغذائية عبر منافذها الثابتة والمتحركة المنتشر على مستوى الجمهورية والتي يصل عددها إلى ألف وستة وعشرين منفزاً موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت بتخفضات كبيرة حتى نهاية العام الجاري كما قامت منظومة أمان بإعداد وتجهيز حقائب مدرسية بداخلها المستلزمات والأدوات المدرسية لإهدائها لطلبة المدارس بالمناطق الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية بالتنسوق مع قطاعات الوزارة ومدريات الأمن الدور الاجتماعي والإنساني في المنظومة الأمنية في مقدمة أولويات وزارة الداخلية وهو ما بدى واضحاً من خلال مبادرة كلنا واحد وحرصها على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الصدد تتسم المستلزمات المدرسية المعروضة في إطار المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية بأنها ذات جودة عالية وأسعار مخفضة وهو ما تسعى إليه وزارة الداخلية من هذه المرحلة من المبادرة تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية مع قرب حلول عام دراسي جديد عبدالله بركات التلفزيون المصري ترجمة نانسي قنقر